تتكلم عن نشأتها اللعبة نشأت إمتى وإزاي في مصر يعني هي في مصر يمكن بدأت يا طبعا اللعبة منتشرة بره من فترة كبيرة يعني بدأت في المكسيك سنة 1969 في الواقع بالصدفة وبدأت نتشر على مستوى العالم في دول معينة بدأت ننتشر في مصر يمكن من 2014-2015 مجموعة شباب فكروا أنهم يجيبوا اللعبة من أسبانيا ومن هنا طبعا هي لعبة مدرب فشبيهة بألعاب مضرب تانية سواء تنس أو سواء سواج فكان طبيعا أن الناس الذين عندها خلفية هذه الرياضات يبدأوا يجربوا ودعت مع الوقت تجبر شوية كده في مصر لحد ما خدت وضعها يعني اللي احنا شايفينها أحد هنا طب نشأت الاتحاد أي لعبة عزينة مالها كيان لازم يبقى لها التحاد مظبوط وهل نشأت الاتحادها كذلك؟ وهل الاتحاد الاتحاد أولمبي ولا لسه ما دخلش تحت مظلة الاتحادات أولمبي يعني تابع لمين؟ التحاد تم إنشاؤه ازاي؟ وتابع لمين هنا في مصر؟ يعني تابع لأني هيئة لا أوه طبعا أي تحاد هو التحاد الرياضي تابع لوزاة الشباب والرياضة احنا الفكرة كلها أن احنا من يعني احنا علاقتنا كويسة بالاتحاد الدولي جدا وهو الاتحاد الدولي طبعا أي التحاد دولي شايف أن مصر هي بوابة أفريقيا لانتشار اللعبة والوطن العربي عمتا فهما دائما كانوا مهتمين أن مصر يكون لها دور في الاتحاد الدولي فتواصلنا معهم ومشينا في الإجراءات الطبيعية طبعا بتاعت شهر أي اتحاد يعني إجراءات خلت وقتها وطبعا بشكر جدا معي الوزير الدكتور أشرف صبحي لأنه بصراحة كان ليه دور رئيسي في الشهر الاتحاد وهو دائما بيدعم فكرة الشباب ويدعم الوديحنا بصراحة حسناها معاه وحمد لله أشهرنا الاتحاد في شهر بتاعتها اللي فات وأصبح اتحاد رياضي تابع طبعا وزارة الشباب والرياضة وتابع طبعا اللجنة الأولمبية المصرية يعني انتو الاتحاد ده قريبا يعني انتو بقائكم ما بقائكم لكش سنة يعني خمس ست شهور اه لا اشتغلنا يعني يمكن كان لنا برضو من ضمن الاتحادات اللي كان لنا الحمد لله نشاطات قوية واحنا كنا فاطلت تحت التأسيس لحد ما استكملنا ورقنا بس هو مشهر بقرار يعني وزاري في شهر التأسيس طيب هو الاتحاد قلش بالانتخابات ولا بالتعيين في البداية بس هنحنا بداية الاتحاد أول مرة ما عرفش بتبقى انتخابات ولا بتبقى تعيين وبعد كده بيجر انتخابات لا انت بتعمل يعني اندية اللي هي عندها النشاط أو اللي عايزة تمارس النشاط بتعمل حاجة اسمها جماعية عمومية تأسيسية بيتم فيها انتخاب ما بينهم شخص مسؤول عشان خاطر انتهاء الإجراءات اللي حين بقى ان شاء الله انتخابات الجماعية عمومية خادرين كم نادي بقى ياخل معك في الجماعية التأسيسية سبعة اندية سبعة اندية اللي شاركوا في الجماعية عمومية التأسيسية بالزبط انتهى الكلام جميل جدا